الأكراد أيضاً دائماً ينتقدوك أنه لا تتحدث كردي نهائياً أنت واقع في هذه الدوامة لماذا لا تتحدث كردي؟ أنا أحب اللغة العربية أنا أحب اللغة العربية والعربي من أحتيه الكل سوف يفتهمه فعلى مدهج أنا أحب أحتيه عربي وأحتيه كردي لكن العربي أكثر لماذا تركتي التدريس؟ كنت معلمة؟ لم أحد معلمات كملتها بالقوة قلت أكره الدراسة لأنني فصلت فيها زمن الماء فصلت خمس سوين لماذا؟ أسباب سياسية وطائفية؟ نعم طائفية عانيتي من طائفية؟ نعم معنى طفلة لين كردياني من خانقين هل تسمع بسالفة الأنفال؟ نعم نعم هل يزعج هذا الشيء؟ لا يزعجني الآن لا أعرف لماذا باقي هذا الشيء مثلا مرات قليلة أسمع ناس بالكردستاني والكردي يقولون أنت كردية بغداد أو من أجل بغداد أن أنت كردية أين أروح؟ أحقق بالنص أكو إشاعة تقول أن أنت أصلا بالأصل إيرانية؟ لا يوجد شيء لدي هذه الجنسية و هويتي التي دائما ننشرها لا أنا أعرف اللغة الإيرانية لأن قلت لك زوجي كان إيراني وأنا عشت هناك سنتين بإيران فأكيد أكثر من السنتين ليس سنتين عندما أذهب إلى إيران بصورة متقطعة بعدين هم أكراد خانقين من تهجرة وين راحوا؟ لإيران فأنا أعرف فارسي يعني أنا مو معنات أن أنا إيراني إلا أني عراقية وأفتخر بهذا الشيء